السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلاب طب الأسنان مرحلة ثانية بمحاضرة تعتبر من المحاضرات الأساسية لدراسة مادة تشريح الرأس والراقبة نحن بالمرحلة الأولى أخذنا مجموعة معلومات عن التشريح ولربما كانت هذه المعلومات يعني ما ركزنا عليها أو كانت غير كافية أو ما شفنا يعني أهميتها للأيام القادمة لا بأس إنه إحنا نراجع هذه المعلومات ونأخذ الأجزاء المهمة اللي تفيدنا لدراسة تشريح المرحلة الثانية مثل ما نعرف إنه إحنا عدنا جهاز العصبي عدنا الـ Central Nervous System والـ Peripheral Nervous System الـ Central هو المركزي والمحيطي اللي هو الـ Peripheral Nervous System الـ Central Nervous System يتكون من الـ Brain ومن الـ Spinal Cord هذا هو الـ Brain وهذا هو الـ Spinal Cord الحبل الشوكي تمام الـ Peripheral Nervous System يتكون من بقية الأعصاب المحيطية اللي تتوزع بالجسم مالتنا زيان تركيزنا إن شاء الله رح يكون على الـ Brain شنو ينطينا لـ Brain؟ عرفنا بالمرحلة الأولى إنه الدماغ مالتنا رح ينطينا 12 Cranial Nerv 12 عصب تمام؟ هاي الأعصاب ترقيمها أو ترتيبها رح يكون وفق الأرقام اللاتينية يعني مثلاً العصب الأول نطي هذا الرقم اللاتيني اللي هو يعتبر واحد والعصب الثاني ننطيه هذا الرقم اللاتيني والثالث هذا الرقم اللاتيني وكذلك الرابع والخامس إحنا شغلنا إن شاء الله اليوم يكون على العصب الخامس لكن لا بأس إنه إحنا نراجع هذه الأعصاب الباقية ونعرف شنو فائدتها ولو نظره تمام عدنا أول عصب ينطينا يا الدماغ مالتنا اللي هو الأول فاكترينير هذا عصب يعني الأول رقم واحد اللي مسؤول عن الشم اللي موجود عدنا يكون هنا على موج شنو يكون مسؤول عن الشم يعني أي شي إنت تجتمع يبدي هو يميز هاي رائحة تكون كريهة هاي رائحة تكون زكية فينقلها للدماغ مالتك والدماغ يبدي ترجمها على إنه هي شنو من نوع وهاي العملية سريعة جدا مو بنفس البطء اللي أنا تكلمت بي تمام العصب الثاني اللي هو الأوبتيك الأوبتيك هو عصب النظر أنت هسه أي شي دا تشوفه أقبالك مسؤول عن عصب يجيك من الدماغ اللي هو هذا العصب الثاني اللي هو الأوبتيك نيرف تمام ننتقل للعصب الثالث اللي هو أوكليوموتور أوكليوموتور شنو هذا العصب هذا العصب راح يروح يكون حركي هذا العصب ينطي الأوامر الحركية للعين مالتك يعني للعضلات مالتها يعني أوكليوموتور يروح العضلات العين تمام أتمنى هالملاحظات تبدي تسجلها لأنه فيما بعد كلش راح نحتاجها زيان عدنا العصب الرابع العصب الرابع شوفوا هذا الثالث اللي هو الأوكليوموتور عدنا العصب الرابع اللي هو الآيفي اللي هو هذا أيضا يروح للعضلات مالعين مالتنا زيان وعدنا العصب السادس اللي هو الأبديوسنت هذا أيضا يروح للعضلات مالعين مالتنا ويحركها يعني عضلات العين مالتنا يحركها ثلاثة عصب أوكليوموتور وأبديوسنت وكذلك إليتروكلير يعني عصب العصب الثالث والعصب السادس والعصب الرابع شغلنا اليوم يكون على العصب الخامس اللي هو التراجيمينال نيرف التراجيمينال نيرف هو عصب الإحساس اللي موجود بالوجه مالتنا مثل ما تشوفون هاي المناطق المحددة بالأخضر والأصفر والسمائي هاي المناطق هي اللي قاعد يعني يوصل إليها الإحساس بسبب هذا العصب يعني على سبيل المثال إذا أنت جيت طخيت يعني جبه مالتك لزمتها هي بأصبعك أو بإيدك منه النقل الإحساس مال أصبعك هو هذا العصب اللي تراجيمنا نيرف اللي كلش ضروري أنك أطباء أسنان وهو هذا العصب نفسيته اللي راح نبدأ نخدر لعصاب مالته على مود نشتغل على أسنان المراجعين تمام؟ هسا اتفقنا أنه منه ينطي إحساس لوجه مالتنا عصب اسمه لتراجيمينال نيرف خلي نتعرف اليوم على لتراجيمينال نيرف على التفرعات مالته زيان نبدأ به أول نقطة نخليها ببانة أنه اللي تراجيمينال نيرف من مين ينبع؟ اللي تراجيمينال نيرف ينبع من الدماغ زيان من يا منطقة من الدماغ هاي المعلومة ممكن تكون خارجية بس ضرورية إليك كطبيب أسنان ينبع من البونز يعني بشكل كبير منبع الأساسي من منطقة موجودة بالدماغ ننطيها تسمية points هسا خلا أكتب لكم ياها هاذي هو points المؤشر بالأخضر طالع لكم points هاي أول معلومة تخليها ببالك عن التراجيمينال نيرف وين التراجيمينال نيرف؟ هذا هو التراجيمينال نيرف شوفوا بدأ ينبع وإلا هنا نلاحظ أن التراجيمينال نيرف كون عقدة عصبية هاذي هي العقدة العصبية أو ليش أشهر لكم بهذا خلي أشهر بالماوس هاذي هي العقدة العصبية اللي تأشرت لكم باللون الوردي هاذي العقدة العصبية ننطيها تسمية التراجيمينال جنجليون التراجيمينال تراي جيمينال جنجليون تمام واللاحظ أنه من التراجيمينال جنجليون بدأت تطلع عندنا ثلاث أعصاب واحد اثنين اثلاث العصب الأول اللي هو نطي تسمية في وان ليش في قلت لكم الترقيم ما لأعصاب بالكرانيال نيرف نعتمد على اللاتيني ففي يشير إلى رقم خمسة يعني تراجي من النيرف يعني العصب الخامس وان يعني أول عصب هو انطانية تمام اللي هو من هو اللي هو هذا خلي أشر لكم عليا اللي هو الأوبثالميك اللي هو الأوبثالميك أوب ثالميك نيرف ثالميك نيرف قلنا شنو نرمز له نرمز له تمام هذا أصغر أعصاب اللي تراجي من النيرف خافي جيكم سؤال بالامتحان نقول لكم منه أصغر أعصاب اللي تراجي من النيرف تقولوا له الأوبثالميك نيرف ليش راح نقرأ الأوبثالميك نيرف لأن عدنا محاضرة الأوربت اللي هي محاضرة تشريح العين ضروري من عدنا نعرف أنه هذا الأوبثالميك يعني شنو يغذي وشنو الأعصاب اللي ينطيها للعين مالتنا تمام نكمل نرجع احنا وخرنا الهوسة اللي كانت موجودة ونشوف الأوبثالميك نيرف طبعا أريد أوخر هذا العظم على مو مساحة الرؤية تكون واسعة وننوخر أيضا عظمة الأوكسبيتال تمام أول نقطة تخليها ببالك أنه الثلاث أعصاب يطلعان من أظمة موجودة تكون ميدل كرانيال فوسة يعني العظام اللي تكون بالميدل كرانيال فوسة هي عظمة واحدة يطلعان من عدها تمام وين موجودة بالميدل كرانيال فوسة زين من يا عظمة بالميدل كرانيال فوسة راح يطلع من عظمة السفينويد بون زين هاي هي عظمة السفينويد بون هاي العظمة تكون تشبه الفراشة شوفو تشبه الفراشة فأخذت تسميتها باسم السفينويد بون شنو موجود بهاي العظمة هستأذا سألك شنو الفتحات الموجودة بهاي العظمة اللي هي نطيها تسمية سوبيريور اوربيتال فيشر وهاي الفتحة اللي موجودة هنا نطيها تسمية فورامن روتندم فورامن روتندم وهاي الفتحة اللي تشبه البيضة الفتحة اللي تشبه البيضة اللي هنا موجودة اللي هي نطيها تسمية فورامن أوظالي فورامن أوظالي هسا هاي الفتحة فورام الروتندم وهنا السوبرير أوربيتال فشر تمام شنو يطلع من هذن الفتحات الفتحة الأولى هاي السوبرير أوربيتال فشر يطلع منها الاوبثالميك نيرف والفتحة الثانية يطلع منها المكزيلاري نيرف والفتحة الثالثة يطلع منها أكبر عصب موجود بالتراجي من النيرف اللي هو المندبلر نيرف إحنا شغلنا اليوم إن شاء الله يكون على الأوبثالميك نيرف تمام ومعلومة مهمة تخليها ببالك إن الأوبثالميك وكذلك المجزلة من ينبعون؟ راح يمشون على اللاترال والوف كافيرناس ساينس شنو كافيرناس ساينس؟ هي عبارة يعني عن وريد هذا الوريد راح يمشي على اللاترال والمالته اللي هو الأوبثالميك نيرف وكذلك المجزلة رينيرف مو بس ذني حتى إحنا عدنا بعض أعصاب يعني يمشن على الكافيرناس ساينس علمو تعرف إنه إحنا هاي المعلومة ليش أخذناها هنوخر الدماغ شوف من يم الكافيرناس ساينس إش راح ينبع؟ تذكرون من قلنا إنه عدنا أعصاب اللي هي الأوكليوموتور واليتروكليار والأبديوسن؟ هذا هنا عدنا التروكليار وكذلك عدنا الأوكليوموتور هذاني من راح ينبع عن؟ هذاني مسؤولات عن حركة العضلات ما للعين تمام؟ إذا إجاك المراجع وصير عنده خثرة أو تجلط بهاي المنطقة أنت شون راح تكشف إنه عنده تجلط؟ راح يقول لك دكتور أنا أقدر أشوف يعني شونه يقدر يشوف؟ يعني إنه الأوبتك نيرف مالته هو ما يمر من يم هاي الكافيرناس ساينس ماذا يمروا إياهم؟ ماذا يمروا من الأعصاب الحركية؟ أوبتك نيرف داخل من الأوبتك كنال تمام؟ فالمراجع يجيك يشوف إنه يقول لك دكتور أنا أقدر أشوف بشينه ما أقدر أحرك عيني من ما يقدر يحرك عيني يعني صايرة خثرة بهاي المنطقة قاعدة تضغط على الأعصاب وما تتخلي إنه يحرك عيني تمام؟ فهاي حالة من حالات التشخيص اللي ممكن تفيدك داخل العيادة خلي هسا نبدي نعرف صديقنا أوبثالميك نيرف هسا نحن لازم نقسم إنه هذه هي جهة الميديل نعرف إنه هذا خط الميدلين وهذا اللاترال إنه أي شيء يقترب من خط الميدلين نبطي ميديل وأي شيء يبتعد هذا لاترال تمام؟ رح ينطيني على جهة اللاترال على جهة اللاترال نيرف صغير حتى قللت من الحجم هذا النيرف الصغير اسمه لاكريمال نيرف لاكريمال نيرف تمام هذا اللاكريمال نيرف رح ييجي هنا يغذيننا هاي الغدة اللي اسمها لاكريمال قلاند لاكريمال قلاند تمام غذاننا اللاكريمال قلاند بعد شنو موجود هنا قدنا الجفن مالتنا الجفن مالعين مالتنا الجفن العلوي رح يغذي اللاترال الجزء اللاترال مال الجفن مالتنا ينطي هنا أحصاب على مود مثلاً انت خلي هسا أصبعك على الجزء اللاترال مالعين مالتك عن تحديداً هنا الأصب اللي تحسس أصبعك هو هذا اللاكريمال نيرف اللي مين منبعة منبعة من الأوبثالمك نيرف الأوبثالمك نيرف مين منبعة منبعة من التراجمينال نيرف تمام هسا كمنا أصغر نيرف موجود بهم بالأوبثالمك الروح الأكبر نيرف موجود بالأوبثالمك اللي هو هذا اللي هو الفرونتال نيرف تمام الفرونتال نيرف رح ينطيني أعصاب اثنين عصاب يدخل من خلال سوبرا أوربتال نوتش منا رح يدخل هاي هي الأوربت مثل ما يعني موضح إذا هاي لتشوفها خلي أزقر هاي هي الفتحة الزغيرونة هو دخل من جوة وبعدين هي تطل على الخارج تمام فهاي الفتحة رح يطلع من عدها هذا النيرف اللي هو ننطي تسمية سوبرا أوربتال نيرف هذا ننطي تسمية سوبرا أوربتال أوربتال نيرف تمام هذا السوبرا أوربتال نيرف نتذكر من قرينة محاضرة السكالب إنه شنو رح يغذي رح يغذي الجبهة مالتنا يعني أنت إذا تخلي إيدك على قصتك أو تتحسس الأصابيع مالتك اللي يخالها على قصتك منو اللي ينقل هذا الإحساس اللي هو العصب سوبرا أوربتال نيرف تمام هذا مين منبعة من الفرونتال نيرف تمام زيان الفرونتال نيرف رح ينطينا عصب آخر اللي هو منوة اللي يعني ما دخل بالفورايمن وطلع لا هو أخذ مسار مغاير وطلع اللي هو خلنا نطي هنا تسميته سوبرا توكليار نيرف سوبرا توكليار نيرف أيضا هذا رح يغذي جبهة مالتنا هذا العصبين هنا شنو بالضبط رح يغذون رح يغذون جزء المدل مع العين مالتنا عفو مع العين العلوي مع العين مالتنا الجفن العلوي يعني جزء الوسطي مع العين المالتنا مينو راح يغذي؟ راح يغذي اللي هو السوبرا أوربيتال والسوبرا تروكليار تمام أما الجزء اللاترال مينو راح يغذي مال جيفن مالتنا راح يغذي اللي هو اللا كريمال نيرف نيجي إلى نيرف آخر هو هذا وسط الحجم بس ما يجيبو لكم عنا سؤال اللي هو نيازيو سيلياري نيرف تمام خلا كتب لكم يا احنا نيازيو سيلياري نيرف تمام هذا نيازيو سيلياري نيرف شنو راح يغذي؟ راح يبدي يغذي الجزء الميديل ليش قلت لكم مننا خط الميدلين هذا هذا هو خط الميدلين يعني الجزء يقترب إلا هو ميديل راح يغذي جزء الميديل مال جيفن العلو مالتنا مال الأبر آيلد تعرفون أنه احنا جيفن شنو نطي تسمية آيلد بما أنه جيفن علوي فنطي تسمية أبر آيلد تمام و جيفن السفلي شنو نطي تسمية نطي تسمية لور آيلد تمام هذا غذانا جزء الميديل مال العين مالتنا أوكي وبعد شنو غذة؟ غذة المنطقة اللي تكون قريبة على العين مالتنا مالخشم يعني الجزء الأمامي مالخشم مالتنا هذا هاي المنطقة اللي هنا مالخشم مالتنا أيضا يعني غذة تمام بعد أكو معلومات مهمة ساحنا تقريبا نكملنا الأوبثالمك هاي هي النيربات مالتنا اللي راح نحتاجها راح ينطينا عصاب اللي هو يعني فيما بعد راح نبدأ ناخذها بس إنه هذاني الأعصاب الأساسية شي غذيننا اللونك سلياري نيرب راح يغذيننا الكورنية القرنية مالعين مالتنا اللي هي هاي 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 هي القرنية هاي هي القرنية طبعا بعضكم يسأل يقول أن القرنية هي نفسها لون العين لا لون العين تمطيل قزحية القرنية هي عبارة عن غلاف خارجي خلي أرسم لكم إياهنا على مود أوضح لكم شوف القرنية مالتنا هس إحنا نعرف هذه هي القرنية وشنو هذا اللي هنا موجود هذا هو بياض العين زيان وراء موجودة القزحية أما هذا الجزء الخارج اللي دا تشوفه هذا اللي قلت لكم راح تغذي اللونكس اللي يارين يارف هذه اسمها الكورنية كورنية تمام بس ها المعلومة اللي حبيت أذكرها يعني أوبثالميك نيرف نيرف سهل وحلو بقت معلومة أخرى يعني أنا متعمد هنا أضيفلكم هذا العصب هذا العصب هو كومنوكايتنج نيرف بس خلي ببالك أنه العفو يسوينا كومنوكايتنج مع عصب يجينا من الماكزلة من نأخذ الماكزلة نرجع على هاي المعلومة تمام بعد معلومة أخرى بقت معلومة مهمة لازم ناخذها عن يعني الأوبثالميك نيرف أنه الأوبثالميك نيرف راح ينطينا عصب اللي هو هذا النيزيو سيلياري هذا عرفنا تمام هذا النيزيو سيلياري راح يدخل الأعصاب مالتا راح تدخل بفتحات اثنين فتحة موجودة سأخلي نوخر العصب ونشوف أنه انطانع أعصاب اثنين راحوا بطريق مغاير عصب دخل من خلال البوستيريار إثمويدال فورامن وعصب دخل بالأنتيريار إثمويدال فورامن العصب اللي دخل بالبوستيريار إثمويدال فورامن هذا نطي تسمية بوستيريار إثمويدال نيرف والعصب اللي دخل بالأنتيريار إثمويدال فورامن نطي تسمية أنتيريار إثمويدال نيرف هذه الأعصاب وين تروح أو شنو تغذي راح تغذي الداخل مال نويز مالتنا يعني الانتريار الجزء الانتريار مالته هذا راح تغذي من الداخل تمام؟ يعني تغذي الطبقة الميوكوزة مالته من الداخل زيان وكذلك السينس مالته يعني السينسات اللي موجودة التجاوف اللي موجودة أيضا راح تغذيهم حسيا هاي كل ما هنالك حول الأوبثالميك نيرف